سين إذا عدم الماء في الطائرة فكيف يكون وضوء الراكب مع عدم وجود التراب جيم الوضوء حسب ما ذكر متعذر أو متعسر والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج فيتيمم الراكب على فراش الطائرة إن كان فيه غبار وإن لم يكن فيه غبار فإنه يصلي ولو بغير طهارة لعجزه عنها وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لكن إذا كان يمكن أن يهبط في المطار في آخر وقت الفريضة الثانية التي يجمع إليها ما قبلها كالعصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب فليؤخر أي فلينوي جمع التأخير ويصلي الصلاتين إذا هبط في المطار أما إذا كان ذلك لا يمكن كأن كانت الصلاة لا تجمع إلى ما بعدها كصلاة العصر مع المغرب وصلاة العشاء مع الفجر وصلاة الفجر مع الظهر فهذا يصلي على حسب حاله والله أعلم